يبدو أن ظاهرة التجارة وتعاطي المخدرات باتت الشغل الشاغل في العراق مع تزايد الخشية من خروج الأمور عن السيطرة بسبب انتشار هذه السموم بين أجهزة الدولة الأمنية التي من المفترض أن مهمتها محاربة هذه الآفة والحد منها فبعد أن قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمر الأسبوع الماضي إجراء فحوص طبية مفاجئة للضباط والموظفين والمنتسبين في الوزارة لكشف حالات تعاطي المخدرات عادت الوزارة لتصدر تعليمات تقضي بمنح إجازات طبية للمتعاطين الذين يذهبون طوعا إلى مراكز التشافي فيما أكدت مديرية شؤون المخدرات أن عقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المدمنين ممن لم يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج مصدر الرفيع في وزارة الداخلية اعترف بوجود قلق حقيقي داخل الوزارة بعد الكشف عن وجود نسبة ليست بالقليلة بين صفوف المنتسبين يتعاطون الحبوب المخدرة لكن الأدهى من ذلك بحسب المصدر هو تعاون بعض الضباط والمنتسبين مع تجار المخدرات ما يعني أن هناك كارثة حقيقية تتمثل في الوزارات الأمنية التي أصبحت جزءا من المشكلة بدلا أن تكون إحدى الحلول التي يعول عليها وعن قرار الوزارة القيام بفحوص طبية مفاجئة لعناصرها يرى المصدر أن المشكلة تكمن في أن القرار سيخضع للمحابات والعلاقات وحتى لمبدأ الرشوة ثم أن البلاد تفتقر إلى مراكز متخصصة لمعالجة المتعاطين قصة المخدرات في العراق بحاجة إلى إرادة حقيقية من السلطات بعيدا عن الإجراءات الاستعراضية حرب لا هوادة فيها تبدأ بضبط الحدود السائبة مع إيران شرقا وسوريا غربا حيث يحكم الأسد وكيل طهران الطرفان اللذان حولا العراق إلى واحدة من دول التعاطي والمتاجرة بعد أن كان مجرد ممر لعبور المخدرات مرورا بضرب الميليشيات التي تتخذ من الاتجار وسيلة لتمويل أنشطتها وانتهاء بتوفير سبل الحياة الكريمة للشباب الذي تطارده البطالة وتحاصره الأزمات من كل جانب